الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح انبارح النسخة 35 من بطولة العالم لكرة السرعة بحضور عدد من الشخصيات البارزة من ضمنهم طبعا الدكتور أحمد لطفي رئيس الاتحاد الدولي والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وهتستمر الفعاليات البطولة حتى أول نوفمبر بمشاركة حوالي 140 لاعب ولاعبة من 10 دول وزير الشباب والرياضة عبر عن فخري باستضافة مصر لهذا الحدث وقال ان دعم القيادة السياسية لرياضة جعل مصر مركز عالمي لاستضافة البطولات الكبرى وبيعكس إسرار الدولة على تطوير رياضات المختلفة خاصة كرة السرعة وأكد كمان ان البطولة دي بتعتبر فرصة مهمة جدا للتنافس وتبادل خبرات الرياضية ما بين اللاعبين من مختلف الدول البطولة دي بيشارك فيها دول فرنسا وتونس وبولندا وفلسطين وألمانيا والعراق والكويت والمغرب والهند بالإضافة إلى مصر البلد المضيف مش بس كمان البلد المضيف يدينا ده إحنا اللي اختراعنا اللعبة دي يعني لعبة كرة السرعة دي لعبة مصرية خالصة اختراعها طبعا هو رئيس التحدي دولي محمد حسين لطفي سنة 1960 وخد براءة اختراع سنة 1972 في إيه في إنه مكونات هذه اللعبة هي طبعا كانت بتتلاقي بزمان على الشطو وأكيد كلنا فاكرينها يعني وكان اسمها الكرة الدائرة وأول ما ظهرت ظهرت في بورسعيد كنت بأخبت فوشي منها فعلا؟ فعلا؟ أه لأني كنت بأحبها جدا أنا صغير يعني فخد براءة اختراع سنة 1972 في إنه مكوناتها كانت غالية فاستبدل كرة التنس بكرة أخرى مططية حتى بقية المستلزمات بتاعة اللعبة هو استبدلها من عنده وخد براءة اختراع حاجة تؤكد العالم كله بأنها اختراع مصري أصيل يعني دي حاجة تطلع من عندنا وكان اسمها بالمناسبة كرة الدائرة في الأول وبعد كده كرة الشاطئ عشان بتلاقي على الشط وبعد كده بقى خدت الاسم لكرة السرعة لكرة السرعة في النهاية